وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة الإيرانية اليوم للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي مع المطالبة بضمانات إيرانية ضمن حوار مع طهران حول برنامجها الباليستي وطموحاتها الإقليمية حيث يعتبر لودريان أول مسؤول في الدول الأوروبية الثلاث الموقع على الاتفاق النووي الذي يزور طهران منذ الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران هذا وأعلن لودريان أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لفرنسا وحلفائها فيما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو من أن فشل الاتفاق النووي سيشكل خسارة كبيرة مؤكدا أن طهران تنفذ التزاماتها المتعلقة بالملف النووي وفي المقابل أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بوسع طهران انتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي ترجمة نانسي قنقر